ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير صحة وعافية انا عارف مصدومين مافي شنب سقولت لكم في تويتر لا تتعودوا على الشنب فانه زائر عادي يطلع بعدين يا جماعة المهم يا جماعة نكمل اليوم مع بعض سلسلة قصص الممثلين والممثلات اول ممثلات والممثلين السيدات اولا وصدقني عزيزي الوجيه هذه السلسلة تعبني تعب ما الله به عليم سواء من ناحية البحث وكتابة المحتوى او حتى التصوير والمنتاج مرة تعب بس تدري لجل عين تكرم مدينة انا متأكد انك تستاهل هذا التعب ومتأكد اكثر انك راح تقدر تعبي وراح تعطي هذه الحلقة لايك وما راح تنسى زي كل مرة يا نسي من فترة وصلني اعتراض شديد اللهجة من بعض المتابعين يا وجيه انت بس تتكلم عن ممثلين ليش ما تتكلم عن ممثلات انت عنصري انت متحيز انت ذكوري يا جماعة يا هو ايش بكم علي ترى انا الوجيه صديقكم وحبيبكم وبعدين ترى مو انا اللي اخترى الحلقات انتم اللي تختاروها هذه الفقرة بالذات فقرة قصص الممثلين انا مخصصها لكم انتم انا حريص انكم انتم اللي تختاروا نتكلم عن مين فيها فتعالوا تابعوني في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لو حابين تشاركوا في التصويتات الجاية الروابط كلها في الوصف وبناء على التصويت الاخير اللي سويناه حلقة اليوم او ممثلة اليوم اللي راح نتكلم عنها للمرة الاولى في قناة الوجيه راح تكون الممثلة الامريكية الدينماركية صاحبة الصوت المبحوح سكارلت انجريد جونسون او مثل ما عرفناها سكارلت جونسون تبغى شخصية كيوت ولطيفة تبغى شخصية قوية وما عندها لعب تبغى شخصية تغني وصوتها جميل تبغى شخصية تلعب وتخرب بيوت تبغى ممثلة تسوي لك حركات بركات اللي ودك فيه تلاقي عندها تقريبا ما تقول لا لاي شيء الريوس عندها مفصول بس باقي لها كذا تكة وتخش هناك ولدت سكارلت في مدينة نيويورك وبالتحديد في العام 1984 بمعنى ان عمرها الى تاريخ هذا الفيديو هو 35 سنة وعندها جنسيتين الجنسية الامريكية والجنسية الدينماركية تربت وعاشت حياتها في مدينة نيويورك وبالتحديد في منهات وطفولتها وحياتها المبكرة بشكل عام كانت كويسة وما عانت من اي مشاكل لا على صعيد التعليم ولا على صعيد التربية والنشأة بشكل عام امورها وطفولتها كانت يعني كويسة والدها كارستن اولف جونسن دينماركي الاصل وكان يشتغل كمهندس معماري وامها ميلاني سولين يهودية من اصول بولندية وروسية وكانت تشتغل كمنتجة اما بالنسبة لهل امها وابوها منفصلين او لا فنعم للأسف امها وابوها منفصلين وانفصلوا بالتحديد لما كان عمر سكارلت 13 سنة انا عارف القائمة في ازدياد بس خلاص يفترض انه انا وانت تعودنا معادي يهمنا الكلام هذا يا صاحبي ونخلي ذي النقطة ذي كده موضوع سعى سريع من دقيق فيه سكارلت عندها اخ توأم اصغر منها بثلاث دقائق اسمه هنتر توأم بالاسم بس ما في شبه كبير بينهم حتى شكليا تحس انها اكبر منه وهو اطول منها وعندها كمان اثنين اخوان واخت اكبر منها وصرحت سكارلت انها تنتمي او تعتنق الديانة اليهودية كيمنا بامها اليهودية الممثلة هذه يا جماعة عندها شي مميز في صوتها الاغلب يقولون عنه بحة واحنا نقول عنه بحة والغريب انه البحة هذه جالسة تتطور مع تقدمها في السن افلامها القديمة قبل عشر سنوات او اكثر كان عندها صوت البحة موجودة بس الصوت والبحة قاعدين يتطوروا يعني لو تتابعون لها مثلا فيلم غوست وورد واللي نزل عام 2001 وفيلم لوست ان ترانزليشن اللي نزل عام 2003 بتسمعون لها صوت مختلف وبحة مختلفة الى حد كبير ولو تتابعون لها مثلا فيلم مارج ستوري اللي نزل العام الماضي بتسمعون لها بحة وصوت مختلف تماما حاجة غريبة بس برضو مميزة في نفس الوقت وعلقت لاحقا سكارلت وقالت انه موضوع صوتها في بداية مسيرتها تعبها وازعجها مرة كانت كل ما تسوي تجربة اداء يسألوها اللي يسوي لها تجارب الاداء هل عندك مشكلة في حبالك الصوتية هل صوتك كذا ولا وش السالفة ومع الوقت ولما انشهرت خلاص الاسئلة هذه بدأت تختفي تدريجيا وصوتها والبحة اللي عندها صارت جزء من شخصيتها وشهرتها الجماعة سكارلت حصلت على القاب كثيرة في عدة مجلات وصحف فلو يوما ما اصيبت بجنون العظمة حقيقي ما حد يقدر يلومها حصلت على لقب الممثلة الاكثر اثارة الممثلة الاكثر جمالا الممثلة صاحبة الجسم المثالي الحبيبة المثالية الصوت المثالي الوجه المثالي الممثلة صاحبة الجمالة الطبيعي جمالها طبيعي ما فيه ابر ما فيه عمليات تجميل ومو مرة ولا مرتين اكثر من مرة تأخذ هذه الالقاب والقاب كثيرة ثانية ما تهمنا صراحة أزبد انها طفشت من كثرة الالقاب اوكي القاب كثيرة العامة 2003 شاركت في فيلم اسمه Lost in Translation مع المثل بيل موري وتقول سكارلت انه بسبب دورها في هذاك الفيلم جلست فترة طويلة ما تقدر تواعد احد في سنها او قريب من عمرها كذا جاتها زي الحالة النفسية تحس انها ما تصلح تواعد الا ناس اكبر منها بكثير يعني كده بعمر ابوها بعمر يعني ناس كبار ويمكن سمعتم عن الحالة اللي يمر فيها الممثلين وكيف يتأثرون بادوارهم حتى بعد نهاية افلامهم اتوقع هذا اللي حصل مع اسكارلت تأثرت في دورها في فيلم Lost in Translation وصارت تواعد ناس اكبر منها سنا وبالفعل بعد هذاك الفيلم واعدت الممثل بنيتشيو بيل واللي كان اكبر منها ب 17 سنة ولكن علاقتهم ما ضبطت وعلى طول فركشوها وبعدها ظاهر انها صحيت وقالت What the fuck am I doing وخرجت اخيرا من هذه الحالة وصارت تواعد ناس قريب من عمرها وفي العام 2005 واعدت مع الممثل جاري دليتو لمدة سنة واحدة وانفصلوا وبعدها في العام 2008 بدأت سكارلت تواعد الممثل رايان رينولدز وانخطبوا وتزوجوا رسميا ادري صدمة حتى انا مصدوم بس عامل نفسي مش مصدوم لاني ما عرفت هذه المعلومة لو انا قاعد اجمع معلومات لهذا الفيديو الشخص الطبيعي بيشوف سكارلت متزوجة من رايان لكن اللي مثلي ومثلك يحبون مارفل وكذا بيشوفوا ديدبول متزوج بلاك ويدو على كل حال لم تضبط معهم واتطلقوا رسميا في العام 2011 اما في العام 2014 تزوجت من صحفي فرنسي اسمه رومين وخلفت منه طفلة واحدة اسمها رودز وانفصلوا رسميا برضو في العام 2017 زواجاتهم كثير انفصالهم كثير علاقاتهم كثيرة الناس هذول يا جماعة وحاليا مرتبطة بالكاتب والممثل كولين جوس وامورهم عالي العالي لتاريخ هذا الفيديو وكل شي تمام بينهم يعني كما نعطيهم كم سنة وبينفصلوا ما عليك ما زال في امل انك تتزوج سكارلت يا وحش اعرفك واعرف حلامك الوردية شد حيلك بس انت تستطيع بعد ما تخرجت سكارلت من الثانوية قدمت لكلية الفنون ولكن للأسف تم رفضها وبدل ما تتضايق وتجلس تبكي وتعيط وتندب حظها وتقول انا مسكينة انا فاشلة انا مرفوضة قالت لا لن استسلم وقررت انها تستفيد من هذا الرفض وتركز اكثر على مسيرتها المهنية في التمثيل طبعا الكلام هذا ما ينطبق علي انا وانت عزيزي الوجيه احنا لنا الله لكن يعني هذول ناس كذا محظوظين قبل ما تدخل سكارلت مجال التمثيل ولما كان عمرها ما بين سبع سنوات او ست سنوات امها كانت تأخذها لتجارب اداء مختلفة يعني في محاولة منها لاكتشاف موهبة بنتها وفي نفس الوقت وفي مكان اخر من الكرة الارضية امي كانت صحيني بموية باردة على وجهي علشان اقوم للمدرسة كذا اصحى القى نفسي عند باب الشارع من الخرشة بس عادي الحياة حلوة يا حبيبي شفناه ما فينا لا العافية المهم تقول سكارلت انها مرة كانت تحب التمثيل وهي صغيرة ونفسها تصير ممثلة وانها من يوم كانت طفلة كانت تحب تلعب ادوار تمثيلية قدام المرايا وتقلت شخصيات سينمائية وتلفزيونية لانه في مرحلة ما وهي طفلة قدرت انها تتقن البكاء كتمثيل والعلمكم احد اصعب التحديات قدام الممثلين المبتدئين هي حكاية انك تقدر تبكي او تمثل البكاء ترى الموضوع ماه سهل انك تبكي مرة ولكن سكارلت قدرت انها تمثل البكاء وتقنعك انها بكاية خلاصة الكلام انه كان واضح ان البنت موهوبة من صغرها المهم وبمساعدة امها راحت لأكثر من تجربة اداء الاعلانات تلفزيونية ولكن دائما كان ينتهي بها المطاف مرفوضة بسبب ايش؟ بسبب خشونة صوتها كانوا يقولوا لها صوتك مرة خشن يا بنت ما يصلح انك تظهري في الاعلانات ومن كثر الرفض فقدت اهتمامها في الاعلانات وامها قالت لها ايش تعالي تعالي نوديك على المسرح والسينما يمكن نلقى لك فرصة هناك وبطريقة انما وعن طريق علاقات امها ومعارفها والحسن حظها طبعا وصلها عرض للمشاركة في مسرحية مع الممثل ايثن هوك في مسرح برادوي الشهير في مدينة نيويورك يا بنت المحظوظة وكان دورها بسيط جدا في المسرحية بسيط جدا لدرجة انه كان عندها جملتين تقولها وخلاص على كل حال هذه كانت البيبي ستيبلس كارلت الى عالم المسرح والتمثيل زي ما يقولوا وبعد مشاركتها في هذه المسرحية تشجعت اكثر واكثر وحبت التمثيل اكثر واكثر وتقول انها فعلا لقيت روحها وشغفها لما جربت التمثيل على خشبة المسرح وامام الجمهور وقالت انا الان تأكد اني لازم اصير ممثلة بالفعل قررت من بعدها انها تبدأ تدرس التمثيل وتتعمق اكثر واكثر في هذا المجال شايفين يا جماعة امها كيف تعبت معها شايفين امها كيف استثمرت فيها وامنت فيها هيا تعال خليني اصدمك ام سكارلت ولانها هي اللي بنتها واسستها ربيعي انها تكون هي مديرة اعمالها لكن هذا الكلام استمر الين صار عمر سكارلت 16 سنة ولما وصلت لهذه المرحلة من الشهرة البسيطة سكارلت طردت امها ومنعتها من ادارة اعمالها شوف اللئيمة يلا مو مشكلة اكيد ان امها كانت ايش تفتقر للخبرة وراح تضال حبيبتها وامها مهما حصل وما راح تتخلى عنها سكارلت ولا كيف اللي زاد الطين بلا يا حبيبي وجاب اللي سكارلت هوى بارد على قولة تركي انه بعد ما طردت امها ومنعتها من ادارة اعمالها ام سكارلت دخلت في ديون وحالتها المادية تخربطت يا اخي اقسم بلا الغربة ذولي مادري كيف وين البر؟ اين البر يا سكارلت؟ هي اللي وصلت الى كناعة الطردية وتخليها تقعد مف... على العموم علاقتها مع امها كويسة ولكن يبدو انه في قصة مستخبية وراء هذه الطردة انا ما عرفت اش هي القصة ولكن فيه قصة ايش هي الله واعلم المهم نرجع لسكارلت ومسيرتها لما صار عمرها ثمان سنوات وبمساعدة امها حصلت سكارلت على اول دور لها اخيرا في العام 1994 في فيلم اسمه نورف وهو فيلم كوميدي درامي عن طفل يقرر يترك اهله وبيته ويبحث عن اسره جديدة مدري ودا عن ماركو يعني او ليه لا ما هو ماركو لما انا مات ابعت الفيلم ولكن تقيه مرة منخفض وواضح انه كان مشي حالك وعلى كل حال هذا الفيلم كان اولى خطوات سكارلت في عالم السينما ومن بعد هذا الفيلم بدأت تجيها عروض بشكل مستمر يعني حرفيا كان على الاقل فيلم واحد في السنة العروض ما وقفت ببساطة كذا البنت خلاص حطت رجلها في هوليوود والباقي يعتمد عليها وعلى شطارتها ومن عام 1994 الى العام 2002 كل الادوار اللي قدمتها كانت ادوار بسيطة يعني ما بين ادوار طفولية الى ادوار مراهقة ومن هذا الكلام زي فيلم هومالون الجزء الثالث وغيره من الافلام اللي بدأت فيها ويمكن اشهر افلامها في بدايتها هو فيلم غوست وولد واللي صدر عام 2001 وهو فيلم دراما وكوميديا قدمت فيه دور بنت متخرجة حديثا من المرحلة الثانوية وتقرر هي وصديقتها انهم يستأجرون شقة خاصة فيهم ويعيشون مع بعض الفيلم كان يركز على اللخبة أو لحظات التمرد اللي يمر فيها المراهقين بعد المرحلة الثانوية كيف ان حياتهم تصير اكثر تعقيد والمسؤوليات تبدأ تراكم عليهم بشكل مفاجئ يعني فيلم كويس وحاصل على تقييم سبعة من عشرة على موقع ايم دي بي مثل ما قلنا ما بين 1994 و2002 كل ادوارها كانت بسيطة ما بين طفولة ومراهقة ومن هذا الكلام اما من العام 2003 خطت سكارلت خطوة جديدة في عالم الافلام وبدأت توافق على افلام او بالتحديد ادوار جريئة ومصنفة للبالغين وكانت هذه الانطلاقة في فيلم Lost in Translation اللي صدر عام 2003 وهو فيلم درامي وكوميدي وقدمت فيه دور بنت مغتربة مع زوجها في اليابان وعلى اثر انشغال زوجها في عمله في اليابان كان الملل جدا مسيطر عليها ولا عندها ايش يتسويه فتعرفت على ممثل امريكي كبير في السن هو كمان طفشان ومعظم وقته ما عنده شي يسويه ويقررون انهم يقضون وقتهم مع بعض من هذا الكلام الفيلم جدا جميل كقصة وياخذك في رحلة درامية حلوة ما بين شوارع وفنادق اليابان ولكن للامان الفيلم مرة ممل مرة ممل يا جماعة يجيب النوم يعني انا شفته على ثلاث دفعات سنه حلو والملل اللي تحس فيه طول متابعتك للفيلم يعكس لك مدى الملل والرتاب اللي يمر فيها ارطال الفيلم فعلا سواء كانت الحركة هذه مقصودة وغير مقصودة الملل اللي في الفيلم هو نفس الملل اللي انت تحس فيه وانت تتابعه والفيلم حاصل على تقييم 7.7 من 10 ومصنف للكبار فقط معلومة مهمة برضو عن هذا الفيلم الفيلم هذا للمخرجة والكاتبة سوفيا كوبولا ايوه ايوه بالضبط ما روحت بعيد يا بطل سوفيا كوبولا هي بنت المخرج فرانسيس كوبولا اللي يخرج ثلاثية غاد فاذر تلك اللبوة من ذاك الاسد المهم في بداية الالفية ومع انطلاقتها في عالم افلام الكبار والادوار الجريئة اشتغلت مع المخرج المثير للجدل جدا وودي االن في مجموعة افلام اتوقع انها ثلاثة افلام ايوه ثلاثة افلام واللي يعرفون قضية وودي االن واتهامهم له بتحرش وبابنة زوجته يعرفون ان سكارلت كانت واقفة في صف وودي االن وكانت مؤمنة ببراءته كانت تقول هذا الادمي مسكين انا اعرف واشتغلت معاه والله مسكين وبعدين في النهاية تم تبرئته من هذه التهمة وخلاص انتهى الموضوع ويمكن اشهر ادوارها في افلام المخرج وودي االن كان في فيلم ماتش بوينت اللي صدر عام 2005 وهو فيلم درامي بحت ويمكن اللي يعرفون المخرج وودي االن يعرفون كيف جوه وايش طبيعة افلامه الفيلم كان يدور حول الخيانة الزوجية والحب المزيف او الحب المشروط وقدمت فيه سكارلت دور ممثل امريكية تسافر لبريطانيا وتلقى نفسها في علاقة غريبة مع شخص متزوج الفيلم ما بقول لكم انه حلو ولا غير حلو ولكن للامانة ما هي جوي هذه الافلام صراحة بس نهايته للامانة كانت ممتازة والفيلم تقيمه على موقع ايم دي بي 7.6 من 10 ومصنف للكبار فقط مرة للكبار وفي العام 2006 شاركت في رائعة المخرج كريستفور نولن في فيلم ذا بريستيج وبالرغم من ان دورها ما كان اساسي والفيلم ما كان يتمح ورحولها حتى الا انه هذاك الفيلم فتح لها افاق جديدة وزاد من شهرتها نولن يا حبيبي لو بريال الناس بتوافق تشتغل معه تشتغل مع نولن خلاص السوق يمفتح لك وهي كده الحياة وفي حال انك ما تعرف وش قصة فيلم ذا بريستيج هو فيلم يدور حول العاب السحر او الخدع البصرية وحول منافسة شرسة ما بين اثنين من السحرة في محاولة لاثبات من هو افضل ساحر في هذا العالم فيلم مرة قوي مرة قوي وحاصل على تقيم 8.5 من 10 لا يفوتك سجلوا عندك اذا بريستيج اذا ما تابعته وفي العام 2010 وصلها احد اهم العروض في مسيرتها اذا لم يكن الاهم في فيلم ايرون مان الثاني وقدمت فيه دور بلاك ويدو او الارملة السوداء او نتاشا رومنوف عاد تدرون انه سكارلت ما كان مفروض تحصل على الدور وكانت بعيدة كل البعد عنه كانت مرشحة بس ما كانوا حطين العين عليها الدور رسميا كان للممثلة ايميلي بلانت ولكن ايميلي اسبيكا اعتذرت ورفضت الدور بسبب ارتباطها بفيلمين هذه السنة رحت عليك يا ايميلي والله رحت عليك وحرفيا هذا الدور دور بلاك ويدو كان بمثابة نقلة بنت 66 للممثلة سكارلت سواء على صعيد الشهرة او على صعيد الفلوس ولو ناخذ دورها كبلاك ويدو بالتدريج راح نفهم اكثر التطور اللي حصل لها وحصل لمسيرتها في فيلم ايرون مان الثاني ظهرت وشاركت لاول مرة كشخصية بلاك ويدو وحصلت على راتب وقدره 400 الف دولار اوكي مش بطال بعدها في العام 2012 شاركت في اول فيلم يجمع الافينجرز وكان ثاني ظهور لها كشخصية بلاك ويدو وحصلت على راتب وقدره 6 مليون دولار كل 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 الامور طيبة وبعدها في 2015 شاركت في الجزء الثاني من سلسلة افينجرز ايج اوف الترون وحصلت على راتب وقدره 20 مليون دولار اوكي الرقام جالسة تكبر وسوق سكارلت صار مولع خيو واستمر راتبها بالارتفاع الى اخر جزء من سلسلة افينجرز اند جيم اللي نزل عام 2019 وحصلت فيه على راتب وقدره 35 مليون دولار طبعا لنها بنت لو انها رجال كان حصلت على 50 مليون دولار على الاقل مارفل واضح انكم فاهمين انها سوية غلط واخيرا فيلمها اللي تم تأجيله اكثر من مرة بسبب كورونا حسب يالله عليك يا كورونا اله يزيلك واللي كان يفترض ان ينزل في 2020 ولكنه بينزل في 2021 راتبها فيه بيكون 20 مليون دولار غير النسبة اللي بتأخذها من ارباح الفيلم النسبة غير معلن عنها ولكن بيجيها مبلغ ابن 66 بلاك ويدو ورصة الكلام يا جماعة مشاركتها في هذه السلسلة او دور بلاك ويدو بالتحديد زاد من شهرتها وزاد من ثرائها وقيمتها السوقية بشكل مرة قوي وقدرت بسبب هذا الدور دور بلاك ويدو انها تدخل قائمة الممثلات الاعلى اجرا في تاريخ هوليوود وتقدر ثروتها حاليا بحوالي 160 مليون دولار انا عارف ودك تعرف كم سعودي عوالي نصف مليار سعودي حتى انا ملقوف دايما احول الرواتب بالسعودي اشوف كم اما بالنسبة الاهم افلامها بالنسبة لي واللي تابعتها واعجبتني بالاضافة الى فيلم لوست ان ترانزليشن وفيلم المخرج كريستفور نولين ذا بريستيج ومجموعة افلامها مع مارفل بدور بلاك ويدو برضو فيلمها مع الممثل ما ديمون واللي كان بعنوان وي بوتازو واللي صدر عام 2011 فيلم خفيف لطيف تابعته زمان واعجبني حقيقة وتابعته قبل هذا الفيديو علشان انعش ذاكرتي فيه فيلم درامي وكوميدي عن اب تتوفى زوجته ويضطر انه يربي بنته وابنه الاكبر لحاله وعلى اثر ضغوطات الحياة وبعد وفاة زوجته تقرر انه يبحث عن بيت جديد وبداية جديدة والبيت الجديد هذا ما كان مجرد بيت ولا مجرد شقة كان عبارة عن حديقة حيوانات وبما انها حديقة حيوانات اكيد فيها موظفين واحد الموظفين هناك كانت الجميلة سكارلت جونسون وتبدأ مغامرة عائلية وممتعة ولطيفة والفيلم حاصل على تقييم 7.1 من 10 برضو واحد من اهم افلامها بالنسبة لي واللي اشوفه مرة واحد من الافلام اللي مرة واو فيلم لوسي اللي صدر عام 2014 ما فيلم كويس صراحة ولكن لو انكتب بشكل افضل كان بيطلع لما انا فكرة كانت جدا مميزة واعتبره واحد من اروع التجارب في عالم الخيال العلمي والدور احداثه حوالبنت بطريقة ما تستخدم مادة تسمح لها انها تستخدم كامل قواها العقلية يقولون احنا كبشر ما نستخدم عقلنا بكامل قواها ما حد يعرف لو استخدمنا كامل قوانا العقلية ايش ممكن يصير المهم انها تستخدم مادة والمادة هذه تسمح لها انها تستخدم كامل قواها العقلية وبسبب هذا الشيء تتفاجأ انها تقدر تسوي اشياء جدا غريبة وعجيبة تغير شكلها تغير لونها تتحول تطير تسافر اشياء مرة غريبة وغير طبيعية مرة كبير في شباك التذاكر ووصلت إراداته إلى حوالي نصف مليار دولار ولكن كتقييم ومراجعات للأمانة ما توفق ومثل ما قلت لكم الفيلم كان يحتاج له شوية كتابه بشكل أفضل وكان بيصير أخي بس لو كتبوا بشكل أفضل تقييمه ستة ونصف من عشرة بس لا يفوتكم ونعم إنه للكبار فقط وفي العام الماضي 2019 شاركت في بطولة فيلم ميريج ستوري والدور قصته حاول زوجه وزوجته يقررون الانفصال عن بعضهم البعض في ظروف وإشكاليات القضاء عن محامي هذا وهذه المحامي وأنا أبكي وهي تبكي فيلم مرة يبكي وصح إنه ما فيه شيء مميز وقصته عادية تقريبا ولكن أداء سكارلت وآدم درايفر كان واو وترشح وثنينهم للأوسكار بس ما أحد فاز فيها وتقييم الفيلم تقريبا ثمانية من عشرة وفي نفس العام العام الجميل 2019 اللي اشتقناه للمرة شاركت فيه فيلم كوميدي ساخر اسمه جوجو رابيت والدور احداثه حول الحرب النازية بقالب كوميدي كذا ساخر وبالرغم من إن الفيلم ما كان يتمح ورحولها بالأساس إلا إنها قدمت دور مرة مميز وترشحت برضو عنه للأوسكار بس برضو ما فازت فيها وفضلا عن الأوسكار والخرابيط الثانية سكارلت يا جماعة ترشحت لأكثر من 170 جائزة في مسيرتها وفازت ب37 جائزة منها يعني مرة طيبة ما عليكم وقفت على الأوسكار يعني ولا إيه إلى هنا نكون وصلنا لهاية الفيديو شاركوني في التعليقات أفلامكم المفضلة لسكارلت وسامعوني صراحة ذنسيت أي أفلام ولكن نكتفي بهذا القدر لا تنسوا تتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي عشان شاركون في التصويت الجاي كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم